الحبليات كورداتا تعتبر الحبليات من أكثر الحيوانات شيوعا وتكيفا وانتشارا فهي تظهر نوعا كبيرا من الشكل والبيئات والعادات إلى درجة كبيرة وسميت بهذا الاسم لوجود حبل ظهري في مرحلة من مراحل حياتها والسؤال الآن هل تعلم ما هي الصفات العامة للحبليات؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا تتميز الحبليات بمجموعة من الصفات تتمثل فيما يلي وجود الحبل الظهري نوتو كورد والذي يميز تركيب الحبليات عن اللافقاريات فيوجد في جميع الحبليات على الناحية الظهرية للجسم وهو عبارة عن تركيب دعامي مرن قد يستمر هذا الحبل الظهري طوال فترة حياة الحيوان وقد يظهر فقط في الأطوار الجنينية ليتحور إلى العمود الفقري وجود الحبل العصبي أو ما يطلق عليه القناة العصبية وهو عبارة عن حبل أجوف لوجود القناة المركزية يقع في الجهة الظهرية للحبل الظهري وقد يستمر الحبل العصبي طوال حياة الحيوان وقد يتضخم من الأمام ليتحور مكوناً المخ ويطلق على الجزء الخلفي الحبل الشوكي وجود الجيوب البلعومية والفتحات الخيشومية فرينجل باوتشيز أند جالسليتس والتي تعتبر من أهم صفات الحبليات في المرحلة الجنينية وقد تظل طوال فترة الحياة كما هو الحال في الأسماك أو تنغلق مكوناً رئتين كما في الضفادع يكون اتجاه سرايان الدم في الوعاء البطني من الخلف إلى الأمام وفي الوعاء الظهري من الأمام إلى الخلف بعكس اللافقاريات وجود الذيل وهي منطقة خالية من الأحشاء تقع خلف الفتحة الإخراجية على العكس من معظم اللافقاريات التي تنتهي فيها الأحشاء في نهاية الجسم وقد يظل طوال فترة الحياة أو يظهر فقط في الأطوار الجنينية ثم يختفي مثل الضفدع ترجمة نانسي قنقر